مرحبا بكم أصدقائي يتكون العالم من المياه بنسبة 71% ارتداء الإنسان للأقنع أسفل المياه ليس شيئا مذهشا يوجد الكثير من الأسرار حول الأشياء الخفية والمناطق التي لم تكتشف بعد في المحيطات فهذه القائمة سوف تذهشكم كثيرا وستساعدكم على معرفة ما تخفيه المحيطات داخلها لكن قبل أن نبدأ ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد اكتشف الغواصون عام 1960 ذلك الطريق بسواحل البهامة وبعد البحث لاحظوا أن الأحجار كونت طريقا كما لاحظوا وجود بعض الأشياء الغارقة كونت بعض الأحجار ما يشبه الأبنية والسلالم هل يمكن أن تكون مدينة أطلنتس الغارقة؟ ربما تعلو تلك الأحجار فوق المياه ذات يوم وربما تكون اختفت أسفل المياه بسبب تزايد المياه والاحتباس الحرارية الشيء الوحيد الذي نعلمه هو أن وجود تلك الصخور ليس صدفة وما يشغل تفكيرنا هو الأشخاص الذين يمكنهم العيش أسفل المياه في أطلنتس والأسماك والغارقة المدينة وتهدمت بفعل الطبيعة نحن نعتقد أننا لن نعرف الحقيقة قطة كنز الفضة الذي تبقى من الحرب العالمية الثانية اكتشف الباحثون غنيمة الحرب العالمية الثانية وكان هذا الكنز الذي يزن واحد وستين طنا من المعادن القيمة أحد سفن الشحن البريطانية وهذا يشبه كثيرا المعادن التي تكتشف بالبحار تبلغ قيمة هذا الكنز الآن ما يساوي مئتي مليون دولار أمريكية تم استخراج الفضة من سفينة تتواجد على عمق أربعة ألاف وسبعمائة متر أسفل سطح البحر يعد هذا الكنز أثقل كنز تم استخراجه من المحيطات والذي اكتشفته شركة أوتيسي للاستكشافات البحرية تم نشر عملية الاستكشاف على الشاشات الأمريكية والبريطانية كان الكنز مقسما على سفينتين ولكن تم إنقاذ سفينة واحدة حيث نجحت تلك السفينة في الإبحار للساحل بعد أن ضربها الألمان في الحرب العالمية الثانية أصبح ذلك الكنز الآن ملك لإنجلترا وتم إخفاؤه جيدا بمكان لا يعلمه أحد دفعت إنجلترا ثلاثمائة وخمسين وعشرين ألف ليرة لتستعيد ملكية الكنز حقا كانت عملية استخراج ناجحة محرك أبولو أحد عشر يوجد أسفل البحار مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس هو شخص شغوف بالفضاء وبما يوجد أسفل البحار تحمس لمعرفة ما يتم استخراجه بشواطئ فلوريدا من البقايا الغارقة بالمحيطات وحاول تحديد عملية إنقاذ محرك سفينة أبولو الفضائية فهذا المحرك التاريخي كان جزءا من سفينة الفضاء التي انطلقت للقمر إذ كان حديثنا عن الصواريخ فهذا المحرك هو جزء من تاريخ أمريكا ولكنه ملك لوكالتنا سرسميا لم يتم تعرف على هذا المحرك بنسبة مئة بالمئة بسبب مسح الرقم التسلسلي والتفاصيل فوقه تم إصلاحه حتى لا تتسبب المياه المالحة في أضرار أخرى وأردوا عرضه بعد ذلك سقط المحرك بسرعة خمسة آلاف ميل في الساعة وبعد هذه الرحلة بقى أسفل المياه أربعون عاما وبقى حتى يومنا هذا وهذا شيء متهش للغاية كشفت التكنولوجيا الحديثة عدة اكتشافات غريبة قبل عدة سنوات في مدينة هادئة وصغيرة بوسط أمريكا حيث تم اكتشاف آلة شمسية وسيارتان تواجدت السيارتان هنا مدة أكثر من أربعين عاما أول سيارة من موديل شفورليه كامارو تسعين وستين عندما قامت الشرطة بفحص السيارة وجدوا ثلاثة هيكل عظمية بها اعتقدوا أن الهياكل العظمية تعود إلى ثلاثة طلاب بالثانوية تم فقدهما اثناء ذهابهم لمشاهدة أحد المباريات خرج صاحب السيارة هو جيمي إيلين ويليامز الذي يبلغ من العمر 16 سنة وأصدقائه الذين بعمر 16 توماس مايكل ريوس ولياكا جانسل من المنزل لكن لم يذهبوا إلى المباراة ربما واجهوا مفاجأة سيئة أو سقطوا دون أن يروا ما أمامهم ووجدت بجانبهم سيارة أخرى تعود تلك السيارة لعام 1950 ووجدوا أيضا ثلاثة هيكل عظمية داخلها من المحتملة يكون نور دانكين 58 عام وألي بورتر 69 عام وكليبار هيميكول ولكي يتم غلق تلك الدعاوي يجب أن تصل لنتائج عادلة هل هذا محضو صدفة؟ أم هذا نتيجة السوء الحظة؟ لن نعرف قط ما حدث لهتان السيارتان لكن هاتين القضيتين سيتم إغلاقهما في النهاية وسيتم إراحة أصحابهما نهر أسفل مياه سينوتانجيليتا سينوتانجيليتا هي مجرى مائي بغابات المكسيكا فهذه الكتلة الفريدة تبهر من لديه الجرع على الغوص أكثر من 60 متر فهي تجربة فريدة لجميع الغواصين ولكن يمكن أن تتحول إلى كابوس فالماء نظيف وهادئ ولكن تزداد ملوحته كلما تعمقنا به وتتميز هذه الكتلة عن غيرها بوجود مادة كيميائية بها يسيل نهر أسفل تلك الكتلة وهذا ما يجذب العديد من الغواصين لكن يمكن أن تكون تلك البحيرة خطيرة تكونت الآبار نتيجة الهبوط بالمياه ويمكن أن تتسبب تلك الرائحة في مضايقة الغواصين أثناء غوصهم بالقرب منها لكي يقترب الغواصون من البحيرة عليهم بالغطس عميقا وعليهم الغواص بعمق 60 كم ليجدوا ذلك النهر يوجد أعمق كهف بالعالم بجمهورية تشيكا يطلق هورانيسكا بروباستا على ذلك الكهف ويصل عمقه إلى أكثر من 400 متر فهو أعمق من ثاني أعمق كهف بالعالم بوزوديل ميرو الموجود بإيطاليا ب12 متر تم قياس عمق هذا الكهف بوسطة وسيلة تحكم عن بعد أسفل المياه وهكذا عرف هورانيسكا بروباستا بأنه أعمق كهف بالعالم هذا يدعو للحماس فهذا الاكتشاف المذهل سيجذب العديد من الكائنات الحية ظن العديد من الغواصين أنهم مصلوا إليه في البداية ولكن الغواص على عمق أكبر ساعدهم على اكتشاف الأنفاق والممرات داخل الكهف عاش الغواصون مغامرة فريدة بالغطس عميقا دون أن يعرفوا شيئا لاستكشاف ذلك الكهف كانت هناك بعض الممرات الضيقة التي لا يستطيع الشخص أن ينفذ داخلها ولكي يتم المرور من تلك الممرات واستكشافها كان يجب إرسال روبوت إليها ولكنه تحطم بجزء من الممر لأن الممر كان يضيق فلم يستطع المرور داخله فذلك الكهف بمثابة مغامرة فريدة لكل من يذهب إليه أسفل المياه هناك بعض الاكتشافات التي تثبت كيف يمكن التجول داخله بأمان الغابات العتيقة أسفل المياه تقع تلك الغابة أسفل خليج المكسيك ويبلغ عمرها حوالي ستين ألف سنة بينما ننتظر وجود أحد المدن الخاصة لم نكن نعلم وجود تلك الغابة أسفل المياه يقوم العلماء بفحص الغابة الموجودة أسفل المياه لمعرفة الأجواء التي توجد بها الغابة فأثبتت الأشجار الموجودة بها أنها الوحيدة من نوعها بكوكبنا والغابة هي المكان الوحيد الذي توجد به وأن تلك الأشجار نبتت بتلك التربة منذ مئات السنين وتعرف تلك الغابة بأنها خزينة تضم كثيرا من المعلومات عن الأشجار والنباتات والأسماك التي توجد بالخليج على مدار السنين وتساعد تلك المعلومات العلماء بالتخمينات حول المستقبل استفاد العلماء من تلك المعلومات المتعلقة بالماضي وقاموا بالعديد من الاكتشافات وأعدوا العديد من الوثائق حول هذا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة